محمد أمين البرو معالي الوزير في مقابلة أخيرة مع القيادي السابق لحركة الفلام ورئيس حزب العدالة والديمقراطية باختار صار إبراهيمان مع صحيفة سيد أتلانتيك اتهم فيه اتهم النظام بالعنصرية أولا ووزع الشعب الموريتاني إلى نسب مأوية 60 ما بين الاحراطين طبعا والزنوج والزنوج والله 70% بهاي توزع واتهم شريحة معينة له البغان بأنهم يتولون المناصب السيادية وإدارة المؤسسات العمومية الإقطاعية على حد يوصفه ما هو ردكم على هذا النوع وبرنامج ومشروع ومتطرف وداخل فيه جماعة لا التطرف لذلك لا تقيمها من خلال النظر إليها يوضح التعاطي معها إنها متطرفة وفي خانة هذا الكلام المتطرف الذي نسمعه هذه الأيام بين حين وآخر ترجمة نانسي قنقر